رسالة بولوس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول بولوس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيمو ثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح نشكر الله وأبى ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة كما تعلمتم أيضا من أبا فراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي في كل حكمة وفاهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أما في السماوات وأنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالبوت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت أنا بولس خادما له الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة التي صرت أنا خادماً لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتمين كلمة الله السر المكتوم منذ الظهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل في بقوة الأصحاح الثاني فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاودكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم وإنما أقول هذا لألا يخدعكم أحد بكلام ملق فإني وإن كنت غائباً في الجسد لكني معكم في الروح فريحاً وناظراً ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح فإنه فيه يحل كل ملء اللهوت جسدياً وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان وبه أيضاً ختنتم ختاناً غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقنتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات وإذ كنتم أمواتاً في الخطايا وغل في جسدكم أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا إذ محى الصق الذي علينا في الفرائد الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة وأما الجسد فللمسيح لا يخسركم أحد الجعالة راغباً في التواضع وعبادة الملائكة متداخلاً في ما لم ينظرها منتفخاً باطلاً من قبل ذهنه الجسدي وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازراً ومقترناً ينمو نمواً من الله إذن إن كنتم قد مدتم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية الأصحاح الثالث فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد مدتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد فأميت أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة الأوثان الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب السخط الخبث التكتيف الكلام القبيح من أفواهكم لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه حيث ليس يوناني ويهودي ختان وغرلة بربري سكيثي عبد حر بل المسيح الكل وفي الكل فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا وعلى جميع هذه البس المحبة التي هي رباط الكمال وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دوعيتهم في جسد واحد وكونوا شاكرين لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغانية روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به أيتها النساء اخضعنا للرجال كن كما يليق في الرب أيها الرجال أحب نساءكم ولا تكونوا قساتا عليهم أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه الأصحاح الرابع أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات واضبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا كي أظهره كما يجب أن أتكلم أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيقس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا عينه ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم مع أنسيمس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم هما سيعرفانكم بكل ما هاهنا يسلم عليكم أرسترخص المأصور معي ومرقص بن أخت برنابة الذي أخذتم لأجله وصايا إن أتى إليكم فاقبلوه ويسوع المدعو يستص الذين هم من الختان هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا لي تسلية يسلم عليكم أبا فراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لاودكية والذين في هيرابوليس يسلم عليكم لوقة الطبيب الحبيب وديماس سلموا على الإخوة الذين في لاودكية وعلى نمفاس وعلى الكنيسة التي في بيته ومتى قرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاودكيين والتي من لاودكية تقرؤونها أنتم أيضا وقولوا لأرخبس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها السلام بيدي أنا بولوس اذكروا وثقي النعمة معكم آمين كتبت إلى أهل كولوسي من روميا بيدة خيكوس وأونيسيموس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة